كان حاجة ما حصلتش كان يوم فيش حاجة سيب نفسك سيب نفسك كان فيه أنا خمسمائة واحد تتسخته كان فيه خمسمائة واحد دلوقتي بتفرغ تتسخته راح فيه أنا؟ واحد انت ليتين من اللي فضلت يا جماعة عادي سيب نفسك البس قطع رجع تاني سيب نفسك عادي فيه ايه؟ احنا مش قلنا مصر دي تبقى حاجة تانية خالص مش هتشوف حاجة عبنى على بعضية الدنيا بتقطع من انت بيقطع تلفزيون بيقطع قراءة بتقطع المياة بتقطع حياتك بتقطع فيه ايه؟ افصل وارجع تاني الى خمسمائة واحد ده فيه ايه جدعان؟ ده ده احنا لسه الايام اللي جاء سودع بصبر معي كنت بقول لك ايه؟ بص يا ابني امك ايو امك كانت بتنزل تشتري بس ستة كيلو سبع كيلو رع عشرة كيلو دي يا ابني مكادش مصر افصل يقول لي دي كان دولة تانية دولة مبزرة دولة فيها بق بزور دلوقتي امك تشاحتف تشاحتف انها تجيب كيلو ولا كيلو ونص من اي حاجة طبخة على قد طبخة حتة سامنة حتة زبنية دي كده على قد طبخة كان زمان اللهم نسيب الخير بقى كان ليه واحد زميلي حبيب يعني كان برضو عضو في البرلمان وكان من حباب السيد رئيس السيس بس كان نزيه قوي كان ايامنا ايام بقى زمان احنا بقى في الخمسينات والستينات كان بيطلعوا كياس كده صغيرة كنا خرجين من حاربة بقى و كانوا كيس صغيرة كده كيس صغير تحطي منه زيت على شعرك كيس صغير تحطي منه برفينات كده كيس صغير مزيل على قبطة كيس صغير تحطي فيه كريم دلوش فاسمه لولوه اسمه لولوه فكان بقى سأل عبدالصابور ده كان ينزل عبدالصابور ده اشيك واحد في مصر وكل ده بثلاثين قرش معافل نازيه نازيه الايام دي بقى هترجع تاني ويرجع الترانط الاجتماعي طيب بزمتك بزممك بزممك امك بقالكوا قد ايه انت وامك مخبطش عليكم باجران يا سادت ام اللي بيشوف النت قال ايش عندك ياختي رجيف عش قال ايش عندك ياختي بصلايا طمايا فصتهم الناس كانت كلها شحتين ليه لان احنا كنا خرجين من حرب سواء سبعة ستين ولا حتى ثلاثة سبعين الناس كانت بتحلي السكر بالكراميلا اسأل ابوك لو كان عايش اسأل امك لو كان عايش قال لا تلاتين ستة هتشوف المصري تانية خار تشبي دكا تشبي دكا فدلوقتي كأننا في مصر خرجين من حرب الدفء بقى الحب علشان كده بدأ السيد الرئيس ديك البرابر وشراك المزارع وبيض اليوم عند الفتاح السيسي يرجع عن تصرحاته كان قالك بمنتهى الكهنان الزمان مصري يعني حن حن مصري يعني ايه وطن دلوقتي بقى حاب يفتم المواطن قال لا مصري مش يعني حضن مش يعني حضن مصري يعني طريق نظيف تمسي في الطريق كده كأنك عايش تاكله الأسفال تحت الزبدية على الأرض الكارتة رخيصة المخالفات رخيصة البنزين رخيص بس ده لسه في تلاتة وستين لكن بدأنا بدأنا واللي بدأ ما اعتبرش يارني تأخر ولا الزروة في حاجة طيب السؤال اللي بيطرح نفسه على السياحة فيدي الإنجازات مصري بتوقع زي ما كانت قام الحرب فين الجديد لا حبيبي لا لا لو كانت السابت ما كانتش هتوقع حبيبي أخوه لا حبيبي لا حبيبي كان ممكن ان هي تتطور ومصري هي الدولة الوحيدة اللي لو كشكشت بدراء الورق بتتطور أما ترجع الورق بتتطور طيب لو مكانش السيد عبد الرئيس السيسي بنبغته وإبداعاته كان تدخل ان الضرار يرتفع ونكشف مشاكل نهر النيل والاقتصادي النهار ويبدأ يعمل حاجات ظاهر كده الظاهر زي العاصمة الإدريك جديدة مثلا مش هستفيد بيها الشعب بأي ميلة انت كمواطن ممكن تخش تاخد ديم تحفظت تفلح عرفية تركب أكد باب تصلح ديش كبيرك تخش تاخد ديم ده لو انت يعني من مرضي عليه لكن ومع ذلك انت كمواطن في مصر مش لقيت يا كلك عريان عريان بس عندك اسمك في بلدك ايه عاصمة إدريك جديدة يعني انت مثلا لو سفرت بلاد برا رحت طنطة رحت بنه رحت اسنر رحت بني السويف بقى تفكر انت رحت بالرماص اللي يقدر يخرج يخرج على فتراضي أنك رحت محافظة tánt Mam لأ ده أنا من القاهرة ريب من العاصمة الإدارية الجديدة تشعر بالسعادة، بلما تشعريش هتا لو كنت جعله تشعر بالسعادة احتا لو كان ولادك إيريانين تشعر بالسعادة حتى لو كان مرتبك بيقل تشعر بالسسعادة لأنك من البلدّ التي أنتقت العاصمة إدارية الجديدة يا شعب مصر العديمة انظروا الى هذا الرئيس سيد رئيس الجمهورية دي كالبرابرة فراخ المزارع وبيض اليوم لا كإنسان الراجل ده مش إنسان الراجل ده مش إنسان الراجل ده حيوان سيد رئيس عد الفتاح السرسي أشبه بالبقرة الحلوب اللي بنخرج منها الزبدة وبنخرج منها الإشطاء وبنخرج منها المرطة وبنخرج منها الزبادي وبنخرج منها اللبن ورات بقرة 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 أنا أثبت لك ليه سيد رئيس حيواني بقرة بقرة خيرة على مصر كلب ابن كلب قائم على حراسة عزلطة شفت بقى شفت تعلم خطاف يختف الكحل من عين ويسرق المرتب نجيب الموظف لسحر ولا شعوزها نظرف السحاب بصف الكتاب يطلع المرتب من جيبك يا كتاب ياللي بتقول ما عنديش وانت عدد جوه هذا الشعب بكاء شكاء ما بيتمرش فيه العيش علشان كده ماينفقوش للرئيس حيواني بقرة في عطاقه كلب في حراسته خنزير في ولاقه تتعرف ان الساد الرئيس ده أشبه بالخنزير منحس إيه لحم حرام لحم حرام تدرش تاكله ساعم لحم مر تمسكوا من هنا يجري من هنا تقفاشوا من هنا يجري من هنا وبعدين غارق في الطين غارق في الكاكة غارق في الكزارة ايدهم ملواشا اه ايدهم ملواشا في دماغ عداء الوطن من أهل الوطن يا ما قتن المصريين بس عشان مين عشان أمه عشان أبوه ده وطن كحيوان وطن كحيوان لكن عشان مين عشان أنت أبني تعيش هم آيوا أخوه آيوا محمد فهم نعم سيد رئيس بقرة بقرة خير وكلب حراسة على الوطن نعم وكلب بلدي بلدي وانتايا ليه بقى النتايا بتحدن على عشتها بجنحتها كده كلب النتايا بجنحتها كده ترفرف وتعشعش على الفيدي السيد الرئيس يكون بها يزدون وإن كان بقى هنا بقى يبقى التحليل السياسي بقى ماذا الكلام ده كل الناس عرفين عارفين ان رئيس ده رئيس حيوان اه حتى اسمه شوف سيسي سيسي يا كنت فين كنت فين يا مصر يا سيسي المصر لما قالت لأ وهي كانت عايزة تقول آه كنت فين يا سيسي المصر لما قالت آه كانت هي عايزة تقول لأ دلوقتي لا تقدر تقول آه ولا تقدر تقول لأ مصر دلوقتي حاجة تانية خالص وعدف أوفى وكذب فأحفى واعتشف أزمى وأكل فججوع وقال لكم بمنتهى الوضوح ايه يعني هنيعتش ما نعتش كانتش فيه أيام هسعد النهر بس الرجل فاهمه وبيخطط لي ايه هنجوع ما نجوع ما كناش وصلنا لأزهي المزرطة بنجوع لكن الرجل عارف هو بيقول ايه الموظفين دلوقتي بيسفوا طرق بيقوحوا جيز بيقوحوا في قفل جنبه جابهم مخروم زي مسلسلات الزمان ده الموظفين بس ايه اللي حصل كل الموظفين بيعانوا طيب كورونا كورونا بيش حد بيد عن كورونا كل المصريين بيعانوا حد يقدر يتعالج من الكورونا ابد رجاء الجداوي جالها كورونا والستم مفاتيحة في المنطقة الشعبية جالها كورونا وبالتالي كل المصريين سواسية امام هذا الرجل الحيوان اللي خلها مصري شكل تاني جديد طيب هل تعرف ان السادة الرئيس برضو فيه نصيبه ليه حزم الدواجن بيضة رئيس السيسي ده بيضة 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 بتفقس الخير لمصر بتطرح لا دي بلحة عشان بقى اما يقول لك بسيسي ببلحة ما تتكسفش بقى ما تتكسفش احنا كنا نقعد ندافع منقول لها بقى يا خواني لا بلحة اه بلحة ولا تتكسف تتكسف من ايه هي البلحة دي ايه اشرة من بره والوان أصفر وطعم ولذيذ أقدر وتنجل لذيذي البلح 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 والنخ كله خير فمش عايز اي اجتيمة تستفزوك عن السيدرس اذا كان هو نفسه ما بيحسش بيتلحم فاحنا بقى نحرق دمنا مع الإيرابيين والخامنا يقولك السيسي بدي كلبه والسيسي بقى والسيسي بقى ليه يبن سيحنا دمه اه بقى مش كل حيوانات اه بقى نيتن بقى بلحة اه بلحة عجبنا بلحة على قلبنا زي العسل بقرة بقرة سيدي هنحس ونديله ونشعلق في ديله فاش حاجة تور هنحلبه كلب هنركابه حمار مليكش اي شديم على الساعد الرئيس ما بتلزقش فيه وهو كمان ما بيحسش خلاص المهم ايه مصر تبقى كده مصر تبقى كوية طيب قوات المسلحة مشكورة مصر بعت من اسرائيل اتنين في واحد زيكا 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 المصري ومصر بعت اسرائيل اتنين في واحد طيب هي اسرائيل واحدة يا زيكا اسرائيل دولة متقدمة خلاص فالساعد الرئيس يا سيدي عميل للصهاينة عميل للصهاينة بس تخلى مصر حلوة هياخد من النيل ويديهم بس بيدينا ايه بالظبط بلحة ماشي يا عدم بلحة اخواني يا ريابي يا عمير بلحة بلحة طيب قوات المسلحة مشكورة عندها خطة اعلنها سيد اللواء في اعلان تلفزيوني ان احنا هنستنى لما نجرأ وبعدين هنرفع عليهم قضية طيب التفكير ده خارج الصندوق ولا جوة الصندوق الزرط اللي عاملها قوات المسلحة ده برا الصندوق ولا جوة الصندوق برا الصندوق لان لو ظرت جوة الصندوق هندخنق كلنا ربنا يكفيكم شر ظرت القوات المسلحة جوة الصندوق الناس دي بتزرت برا الصندوق فاللواء قال ان احنا هنستنى لما السودان تجرأ ومصر تجرأ ونرفع عليهم قضية نكسب منها اليوم الدين شايف الفكرة بتا قوات المسلحة شايف التكتيج بتا قوات المسلحة جي بلدك عليك ان تفخر بها قواتك المسلحة مفخرة ام اف خرع لانها بتفكر برا الصندوق علشان مصلحتك فيه ناس هتجرأ وانت يابدي الحوار يابدي الجزمة بستني مصر تجرأ عشان ترفع عضية فيه ناس هتقول كده هتقول يابدي الكلب يا واطي بقى بدل ما تدافع على نهر النيل وتهدد تستخدم الكورة اسكرية وتتصرف بتستني يابدي الجحش بتاع قوات المسلحة هيوة هتقول ان المصر لما تجرأ هتقول ترفع عليها عشان تاخد تعويض يابدي الجزمة فيه ناس هتقول كده اقولك لا يا حبيبي ما كده كده المصرين بتجرأ كم واحد من المصريين بيغرق في جمصة المصريين بيغرق في جمصة يتعدى سنوياً لـ 14 مليون الجريء كل سنة بنفقد 14 مليون الجريء فلما تقوم بقى في سد أثيوب يقع لوحده نقوم نغرأ هيغرأ كم يعني يا سيدي 100 مليون هيفضل 10 مليون العشرة مليون دول بقى يعودوا يصرفوا التعويضات اليوم الدين هذا هو فكر قوات المسلحة قوات المسلحة اللي عليك أن تفخر بها قوات المسلحة مفخرة وكمان السيد الرئيس مفخرة هزو الوطن بالضبط السيد الرئيس كبقرة أو كسعلب الصحراء وفيك البرابر وفراخ المزارع وبيض اليوم أو كبيضة بيفكر ويفكر ويفكر جوه صندوق وبره صندوق قوات المسلحة بقى بتفكر بره الصندوق هل تعلم أن قوات المسلحة دي بيتأكل فراخ نية بيأكلوا فراخ نية تخيل بقى يعملوا في أسيوبيا دي تقول ليش بقى لسواريخ ولا نموي ولا طائرات مصيّرة ولا سواريخ عبرة للقراط بولدك دم بيأكلوا فراخ نية بني أدم بيأكلوا فراخ نية عالم بيأكلوا فراخ نية بشر هه انت بتشوف الاستعراضات بتاعتهم العيالة عاملة بن Caddem هل تعلم ان كوات المسلحة المفخرة خطفت غواصتين من الكوات التركية اتنين مش واحدة واللي اتنين توم توقم ان في غواصة جاية وانا قدام شط اسكندري وقف اللي هو محمد محمود الارباشي وقف كده بص كده قالك ايه ده وقل لين هي ده دروفيل ولا غواصة قاله دروفيل قال له غواصة هذا turnedin اختلف وانا نصل لشيك شك 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 واصد في الجو ونصد وانا بنصل في البحرada بحرية بحرية واصد وانا ناكر له غواصة قال لك شد معي شد الغواصة شد والغواصة شد 2 مكوات المسلحة بس ايه مصريين بقى وصد شدوا قوات المسلحة شد والغواصة شد بس اخد بالك الغواصة مش بتشد فوق البحر تحت البحر. فالرفع بيبقى قلب. بيبقى محملة على الباي. مش عالطراي. وبقى السحب بقى. يعمل كده برجله. يسحب. 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 وبقى يبدله مع بعض. فين وفين. على ما صاروه عند البناميل. شحطت الغواصة. مش عارفة تختص. خلاص يا حلو. ويعفل خاي. طلع منها الراجل التركي. قالك امان يا ربي امان. انا قائد الغواصة 106. وقال الوحدة بتاعها. سحبوا الغواصة. تصلوا بسادة. يسحب فتح السيسي. هم? سادة فتح السيسي بقى بص بقى. الرجل السعلب. بدي الكلب. اللي بيحرص البطن. كلب كلب. قالك طالما سحفت واحدة. فيه تاني. الناس مسدقش مش معقولة بقى. قالهم لا. فيه تاني. جوا بنازلين بقى الشباب تاني. لهم اللي اتنين بتاع السعقة قطف البحرية. لسا نازلين. جالهم قائد. قال لهم كلمة. اشعارتي بدني. وهتاشعر بدني. قال لهم لا. لا يا أولاد. لا تنزلوش تاني. انتو منزلكوا تاني ده. بعد قطف الجواصة الاولانية هتطلب انك تعوموا المسافة اكتر ومعونكوا اطوال. لا سنك ولا صحيتك. تسمح بكده. سألوا المين. جابوا اتنين تانين. نزلو. دقلوا شوية عوم. ما فيش حاجة. كان بقى الاستاذ اردوغان. هم? وانا بقى بقى باللبز. بقى. انا محبناش للكف بالسياسة. اردوغان بقت غواصة تانية تستكشف الغواصة الاولانية راحت فيه. انه لي عليها. مص. السيسي ما اعلنش. هم؟ السيسي ما اعلنش. كلب احراسه. كلب ابدالكلب. ما اعلنش. اردوغان بقت غواصة تانية. صلقت في صلقت في ملقة تدور على الغواصة الاولانية مفيش. ايه اللي حصل. راحوا ويقعد في ايضين لتنين. من قواتنا البحرية. يسحب يا المحلم بنفس التاريقة او نفس التجليل. بيقادف كده بيقدف برجله ويسحب الغواصة على برة بقى عندنا غواصطين والغواصطين الموجودين عندنا في سيدي بشر وفابوئير آسف وقوات التركية متكتمة على الخبر شفت بقى مصر تانية خارس لا استخدمنا غواصات ولا استخدمنا الطيرات ولا رضح أصلا ما عندناش بس عندنا ايه بنج وكتاف وعضلات ضهر ورجالة رجليهم زي الرفص مين اللي عمل كده من اللي عاد بنيت قوات المسلح اللي أصبحت مفخرة مفخرة بالنسبة لمصر هذا الرجل أوجد لشعب مصر من يحلم عليه مصر وجدت من يحلم عليه بزمتك تلاتين ستة حصلت اهي هل تشعر ان مصر غيرت؟ هل تشعر ان تشعر وانت بتقعد كده في أي وكان بتحس ان مصلحتك ملتاح؟ صح؟ مش كده؟ طيب سيد الرئيس هتفتح سيسا عايز منكم حاجة واحدة بس حاجة واحدة بس عمره مطلب منك وطلب عايز المصرين يصبروا عليه سنتين سنتين وهتشوفوا مصر دي حاجة تانية غيرت تانية اللي شفتوها في تلاتين ستة يعني هم خلاص احنا عدنا لأول لفل احنا دلوقتي وعونق الزجاجة هنشوف مصر تانية خالص غير اللي انتوا شفحتوها دي طيب او العز محمد ده احد القوات المسلحة بيقول لك احكي لهم يا دكتور عام قائد الأسطول السادس قائد الأسطول السادس امريكي وفيه سرعات بتصريع مع بعض يا ابو العز طبعا لما شفت قائل على غواصتين الامريكاتين قائد الأسطول السادس قال لك لا خلاص انتوا هتبقى مجزن بقى اطلعوني قال لك لا حبيبنا اللي بيخش مزايا اللي بيطلع طيب الغواصتين دول يا أولاد وقائد الأسطول السادس الامريكي دول بيعملوا حاجة ما فارشة فارشة اللي هو يعني اجبها لكم زي نزي وحفزة اماكني انت هي مش غواصة انت مش جايب حاجة دي كده دي غواصة قد العربية سيئة مثلا حاجة كبيرة طيب هيحصل ايه فيه مخزن فيه حراسة هتبقى عليها فيه ضرائب فيه تكتيم اعلامي فيه اعلام اعلامي فيه رجال شرطة طيب رجال جيش بيقفوا على حراسة الغواصتين وجيش وصواء قواد الأسطول السادس عشان ما يهربوش مع ان احنا حطانهم في حتة جافة بس للتأمين برضه وقدين ارضية يعني الارضية دي لا تستحملها ميزانية الدول من الاخر يعني احنا لكالفناكوا استياضهم ولا كالفناكوا المغامرة بحياتهم فيه اللي كان بيقوم بدور عنك وانت قاعدش جنب امك واحد كان على الحدود البحرية هو اللي بيقوم باستياض الجواصتين كل اللي هنطلبه منكم بس هو حق الارضية مجموعة ضرائب اضافية هتضاف على المصريين حاجة حق الارضية مش هتعد واحد في المئة ولا اتنين في المئة بتقلقش يعني قواتك المسلحة مش هتكلفك حاجة يعني حاجة بس شوية ضرائب هتزيد على المية والكعربة والجيز حاجة بسيطة والضرائب هتبقى عكرت على الطريق طيب قواتك المسلحة قامت بجهد عظيم ورائع محتاجة طبعا تزيد شوية مرتبتها علشان الفترة اللي جاية ايوا بالضبط يا ياسف ندفع ارضية بالضبط علشان كله ببلاش والخلش لما جاش بالضبط بالضبط طيب اردوغان بيعبس في ليبيا بيعبس في ليبيا طيب طيب احنا قواتنا المسلحة مالها مفخرة الشرق الاوسط بتعمل ايه هنقف على الحدود احنا عند ليبيا وهنسلح القبائل وهنجيب مرتزقة من السودان ومن اسيوبيا ومن الدول المجاورة ومن سوريا ندي فلوس كاشماني يركبوا على الدبابات والرأساء القبائل وهم اللي حاربوا مصر متحاربش متورطنوش شفت من الكلب بيعمل ايه شفت الواطي ده فكرة الواطي عبارة عن ايه بنشجر مرتزقة طيب الناس اللي هتيجي دي عايزة فلوس كاشماني نرد الجميل ونزيب قوة مسلحة الكاف اللي هي بدفع للناس دي وبيقبضوا مشولاي بيقبضوا جامل ولا ندفع احنا بطيب خاطر هم؟ بطيب خاطر ندفع بس مش هتدفع كده بنفسك ما فيش صندوق مصر انت كليك في بيتك وانت تدفع كروتة انت فتتسحب من الكروتة بتاعتك كارت النور كارت الواصلة كارت الكهربة كارت المية حيث ما كنت هتدفع يعني هتدفع هنفيش حاجة عندي ببلاش الكلام دان اللي قلته ولا قاله السيد الرئيس قاله السيد الرئيس والنس نزلت تعريس ساعتها ساقفنا طيب يبقى موافقين وموافقين يبقى ندفع مش الراجل شار ايده على كفه وعرض حياده للخطر ونيجي في نص طريق نسيبه لا نحن مش وعدنا مكملينه لستة وثلاثين شمال يميل لستة وثلاثين وشمال يميل ونفضل مع الرسين الرسين اللي هو سادة الرئيس السيسي السادة الرئيس السيسي ده راجل رسين فprehنا هنفضل معه طيب حاططلي سورة الكلب وقios السايد الرئيس بسادة الرئيس مش كلبي من نوعها ده يا واطي يا واطي الي وانت بصري طيب أي أخطاء تشوفوها في الأداء يعني نفترض أن أثيوبيا قفلت مائة 80 الأراضي هتجف هتصحى الصبح مش هتلاقي مائة فعلا ده ورد جد أي أخطاء تلاقيها مش يبقى من غلطة السيد الرئيس كلب لا ده من المستشارين بتوعه ممستشارين بتوعه بيفكر يا سيدي غلط وزير بيفكر غلط مستشار بيفكر غلط إنما السيسي ده حيوان مصر حيوان مصر اللي بيولد لها الخير وبيعم عليها النماء وبيعطيها الرخاء يعطيها الرخاء علشان كل المصريين الآن اتعكوا في هذا الخراء انت تشم إيه ده كده تشم ريحة رخاء مش حس بالرخاء اللي احنا فيه مرتباتك رخاء مواصلاتك رخاء الصحة مش رخاء الأكل اللي بتاكله وبتشربه مش رخاء كل ده رخاء انت تحكيت فيه ولسه تتعقق اكتر ده انت والله عملتيك قالك بس تصب هتشوفه مصر تانية دي حاجة تانية خالد أنا عايز تسألك سؤال امتى السيد رئيس وعدك وعد وعدك وعد ومنافزوش كل اللي قاله يا ابني حاصر بنكتلم على مياه بيضة يا رجل بيضة قالك انا معيش برنامج وعيش بتحدد دلوقتي شاف مصر وماشي برنامج كل فلاجايس كل شجال على بتفرج عايز فلوس بيداب بييده في جيب الموظف وبياكل فلوس مصري محتاجة يرشين بيداب بييده في جيب الطالب وجيب الموظف وجيبه قبلها الأمور وجيب الموظفين وجيب الفلاحين ووجيب الطلبة وجيب أبو لي الأمر والمعاشات ويداب ويأكل فلوس يسرق كوحل ملعين يسرق كوحل ملعين ده راجل حلنجي حرامي ابن نصابة في توصيل قرارات وتمريرها بجد يسرق كوحل ملعين ليه في القلوب مكانة مكانة بيخليك تتسرق وانت راضي بيخليك تتفرم وانت راضي بيصاب في مصلحتك وانت راضي وزا كون ده هو راضي وأنا راضي مالك انت عمان يقاضي وعلى رأي المسل اللي كان في العنوان الباسة قبل ما يتقطع كل شي له بيشبه له حتى الحمر واللانين يعني بذنوركم صلت عليكم لو انت طيبين أو جالكم رئيس طيب لو انت ولود قبل سهل جالكم اللي قبل سبينك ويوريكم مصر دي حاجة تاني ولسه طيب لو عايز تتظاهر يا حبي بقى ساد الرئيس ما بيخافش من التظاهر ولا بالتظاهر كده كان مولي وغابر خلاص نفيش حاجة اسمها كده الجيش معه والشرطة معه والقضاء والإعلام معه وكل شي له بيشبه له حتى الحمر واللانين علشان كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صهيوني في رؤيته مجوسي في خطته كافر ابدي جزمة في خطته وإصراره على رؤيته ومصر إن هي تكون أفضل دول العالم وتبقى مصر التانية هذا الواطي الذي صعد بمصر إلى مكانة عليا هذا المنحط الذي يحط على مصر كل الخير والرخاء حتى نعم الشعب وتعكى في الرخاء تشمي إيدك رخاء تروح وظفتك رخاء تعتبك ورخاء مواصراتك رخاء تعليمك رخاء صحتك رخاء مين اللي عمل كل هذا الرخاء هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن سبقت الخائرة أيها المعاطنوني كل اللي مطلوب منكم إن انتوا تصبروا شوية سنتين اللي هيعيش فيكم هتشوف العجب العجب والكلمة دي على السيد الرئيس المصر الجن هيتعجب ويقول إيه اللي حصل في مصر ده يا ناري السودوم دي لأخواتنا إيه اللي حصل في مصر ده مصر ده 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 إيه اللي حصل ده ده الكلام اللي عمله السيسي في مصر ده كان محتاج ميس سنة عشان يتصل فيه هو عمله فترة وجيزة جدا وجيزة جدا لماذا لماذا أنا مش هستطور عليكم فاضل وقت قدي اللي هو تقرب وعرب رقاب طيب ليه بقى ألمانيا في الحرب العالمية التانية لما اتضربت حصل إيه في ألمانيا ألمانيا بعد الحرب العالمية نهدت نهضة صناعية أصبحت دولة متقدمة أيام ما تقدم طيب بلاش ألمانيا استنى بلاش ألمانيا اليابان اللي اتضربت بكمبيلة هيروشيما ونجازاك شوف اليابان دلوقتي أصبحت دولة نمر أسياوي فعج اقتصادي تكنولوجيا ايه اقتصاد ايه تعليم ايه مواصلات ايه بنية تحتية ايه صحة ايه اقتصاد اتكار المصر بالمانيا باليابان كل الدول اللي اتخارمت في الحرب العالمية التانية في الفترة دي كانت مصر مع الملك فاروق دولة الدولار كان اللي اربعة منه بجنيه واحد احنا كنا مدينين دول العالم لكن كنا مشيين بوسيلة رتيبة عجيبة مؤرفة مؤرفة يكفي ان الملك كان فاسم الدول بقى دي اللي احنا كنا متقدمين عنها اتضربت بالقنابل النووية فحصل لها بعد فترة نهضة اقتصادية السيسي بيعمل فينا نفس الشيء تفكير صهينا صهي هو من صهيوني لا اهو تفكير صهي بيعمل ايه بقى مصر دي ابني هتشوفها تحس انها ضربت بقنبالة نووية قولك ايه ده دي شوية مطرابل دراء ومصر ده ما فيش مستشفيات دلوقتي دلوقتي احنا في الوضع اله كانها مصر تانية خالص ما فيش مستشفيات الاسعار يا نهورية سويد الناس بتشتري بالقطاية وبالربع كيلو وكوسة حتى الاسعار في المحلات بقاش يقولك الكيلو بكاز يقولك الربع كيلو بثمانين التوم من كيلو بخمسين الواحد على ستتاشر من الكيلو بمشعار باربيعين جنيه الواحد على تنين والتلاتين من كيلو بستتاشر جنيه تسأل عن سعر كده الراجل مش عايز يصدمك بيقولك التومني بثنين والتلاتين الرابع بخمسين تشمي الحاجة كده مصر ما كانتش كده ما حدوش كان يشاف مصر كده خالص طب حصل ايه بقى مصر دلوقتي تغيرت اتبدلت اما ترجع سبع سنين تحسني مش دي مصر ازاز تزيج كبه تلاتة جنيه واربعة جنيه ها التماطم كانت بخمسة يوم ما بتتنقظم من الكانب بخمسة المانجا الفراولة الفاكه بزمة امك تقدر تدخل فاكه درمات اليولادك ها 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 تحسن تدخل دلوقتي فاكهة لولادك ها انت محتاج تعمل جمعية انت محتاج تعمل جمعية مش حسن تجيب لحنا حسن تجيب فاكهة دي مصر الحصلة دلوقتي واللي وعد بها الساد الرئيس وعدكم بالفقر طيب ليه بقى ها هو هو شطن هو شطن وعدكم بالفقر ومركم بالفحشاء وسخ يعني رجل وسخ هتخيب هل انت تقصد ان الساد الرئيس رجل وسخ هنفتح الشيزي لا مش واسخ لا مش واسخ ولا شطن ولا ابن أبالسة ولا ابن جزمة ما هو عدكوش بكده جمع لانهو اصلا ما تبكوش وع بيعمل ايه مصر بتجيف 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 وبتسقط بتسقط بتسقط بالزاب زي الدول اللي كانت قابل الحرب العالمية التانية ومع السكوت يحصل النهود هو ده الفكر بالجزمة اللي بيعملو في مصر وقت لا تلاقي كل اكوات المسلحكات هو الراجل لسه اللي واحد تلفزيون متنان يوم قالك مستنين لما تجرأ بنطلب تحويل سيدة رئيسة هتوقع وتشغل تاني فكر فكر طيب مصر دلوقت بتجري نحو النهضة النهود يعني التقدم اللي ما يلحقشي بيقع أمك بقى ملحقتشي جال أكرونة هتموت أبوك ملحقشي كرش شدر و كرش هيموت عيالك ما عموش مش هتعلمه انت هيجا عليك الشتوية جاء عزك شتوية أو شتوية كسفة عيال هتموت بس خد بالك هنرجع لأيام لما كان فيه طرابة اجتماعي هنرجع أيام لما كانت مصر كلها ايد واحدة هل تعلم انه قريبا جدا خلال الأقل من 6 شهور لسنة هيرجع كوبون كسفة الصيف كوبون كوبون هتاخد كوبون تشتري بيه 3 أو 4 متر كسطور أو دمو إكس البس و إكس عيالك البس و إكس عيالك هيلبسك هو هيلبسك و تكس عيالك أقول لك 4 متر وهتمزل على بطاقة التويد كسطور و دمور اتعرف الدمور دا اللي هو الفرشة البيضة اللي كانت بتغطي المرتبة كسطور و الدمور دا خيل دا بقى لما يبقى فشتتين ابنك كده بلبس دمور و كسطور الرجالة كل دا هتلبس البجامات المقلية مبتويلة دي بدي أنزل على جمعية كل دا كل دا بيعمل إيه ترابط اجتماعي تآلف مجتمعي طيب هتيجي تقولي الموت ولا المزال موت أخويا هتموت هتدفع دمجة طبعا هتموت هتدفع دمجة و تتدفن فين هتتدفن فين تمعتك حتة تتدفن فيه طيب شبكم بقى في الفترة دي من أي حد تبيشتم السيسي ولا تلقوا له باش السيسي هو أنا بجيبكوا الكلام من بقى أي حد بيشتم ولكوش دعوا بيه ولا تقبص دول خاول هتدول العبيين هقولك بقى السيسي بن جزمة السيسي الكائن السيسي ضيع مصر السيسي بيوعد وما بيوفيش السيسي بيضاء السيسي عمل ليه في مصر السيسي ضيعنا السيسي مضى على التنزل عن نار النيل السيسي خرب الاقتصاد السيسي بووز المصانع السيسي بيعمل طرقه وكباري بتوقع من شوية مياه السيسي كرب البلد وده كل أممها وده للجيش رود الجزمة اللي داكرين في اقتصاد كل دا تسمعوا بتنفض مصر بتنهض بس انت مش وقت بيلك مصر بتنمو بس انت مش وقت بيلك المطلوب منك حاجة واحد تستمر في تعريصك للسيد الرئيس هو انت لما بتعرص للسيد الرئيس هو التعريص ده مسبة مسبة لماذا يا ابني وانت بتعرص لدولة تانية انت بتعرص لرئيس بلدك رئيس مصر هو رجل يستحق التعريص طبعا فيها ايه فيها ايه وعايز اقول لك بق شئت أم أبيت انت بتعرص للسيد الرئيس كريم انتكلم بوضوح ما عليش انت نرفستين شئت أم أبيت انت بتعرص للسيد الرئيس ليه هو انت مرتباتك زادت هو انت عيالك بتعلموا انترنشنال ها هو انت ليك شواطئ معينة زي قوات المسلحة بتروح مستشفيات معينة زي قوات المسلحة بيزيد مرتباتك بنسبة متضعفة بالعشر والعشرين في المية زي قوات المسلحة بتاخد امتيازات قوات المسلحة بتاخد خدمات قوات المسلحة بتركب عربية زي قوات المسلحة بتاخد بتسكن في شئة زي قوات المسلحة بتقبط بالدولار وبالألفات زي قوات المسلحة مال بتعرص ليه بتعرص ليه لأنك أصيل لأنك مصري لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يستحق التعريس يستحق التعريس إيه وعتقل إيه وعتقل يقول لك أنت رجل عادي حتى في البعض بقى السكنون يقول لك التعريض أنا مكسوف يقول لها ثم أنا معروفة يعني أنا مقتضي لشاركة الحياة من عند أهمك يعني ما هو التعريض هو التعريس فالسيد الرئيس يستحق التعريس ليه؟ عشان ينمو هذا الوطن عشان يستطيع هذا الوطن أن يصل إلى الكم وبعدين يا ابني مش هلتها بس اللي بتعريس ده فيش شيء كبار بيعرصه ده فيه إعلاميين بيعرصه هتروح فين يا صالوك ما بين النلوك كل عيش وهمشي جنب الحيط وخليك تعيش أيوة ويعني ما ياخد تربع مرتبك مش معاك ربع عيش هيديك يا سيدي كبونات للكسطور فراخ الجمعية أقول لك عشان أديك مثال وعرفك الناس دي بتفكر إذن الفراخ البيضة كانت موجودة عادي جدا ولا ليها طعمه لأي أضف بتاكل في اليوم كذا فرخة بش حسب حاجة كل يوم كنت بتاكل فراخ دلوقتي بقى وخلال الفترة القادمة كنت ظن بعد النهر الأسيوبي ده يشتغل هتلاقي مرتك داخل عليك بفرحة وش تاكل دي كده قدي كده تقول لك الجمعية فيها فراخ الجمعية فيها فراخ بص تبقى خارجة من قلبها أمك كانت كده أيام الحرب أما كنا داخلين حرب فاحنا رجعنا دلوقتي كأننا مضربين بقلب يعني مبشوخين بس كانت الأمهات زمانية فرحة أما تنزل في الجمعية فيها فراخ يا حبي تقول لك انزل بالبطوة انزل وتوقف في طابور طويلة عارضة عشان تجيب فرخة وبتخرج وانت سعيد ومبسوط وفرحة شفت بقى الأيام دي واللي فاتت كنت تاكل فرخة بلاش طعم إنما كان زمان فراخ الجمعية دي حاجة مقدسة الراجل اللي كان بيشجوه ويشنف آذانك في المواصلات لك تمروني معونة الشتاء تمروني معونة الشتاء بيحسسك بتقال لأن انت بتدفع هنا بقى عشرة سياج ولا بتاخد بوائي مثلا فلوس ولا حاجة وديك كارتة كده كارتة كده بتلبس بيها بتلبسها ليه؟ تحس ان انت تو هتعمل ايه؟ اخبط دماغك في الحيل هتعمل ايه؟ هتموت موت فاشحك اختفي اختفي اخبط دماغك في الحيل هو فسيسي بيقولك الكلام دوت وبيطلب منك يعني غصب عن اللي خلفه هو ما كتدفع هتدفع غصب عن اللي جابوك مش عاربك يا حبيبي ورا جيشك وات مسلحة معاهم مدافع ورا الشصات معاهم طيارين قاعدين عالطيارات ايه محافظة تتنطط تقسم بالله دوك المحافظة دي والجيش ما عندوس يا مرحميني وعقيدة الجيش هي لازم نعيش انت عايش تاخد منه الامتيازات دي عايش تاخد منه العربية والشريه والمرتبات ده ما اعرفش شابوه ده كافر ابن جادمة تاخد منه مرتباته دي عشان يديك انت يا شحات يا موظف فتلمي نفسك وحات أمك انت وهم وتمشي جنب الحيط وتاكل الفتافيت اللي يرميه لك السيد الرئيس السيسي وقادة قوات المسلحة والشرطة والإعلام والقضاء يا حبيبي ما تعيش ليش بقى بدور الحرية هيا دي مصر التانية اللي انتم مستنينا ولسه واللي جايه أزرق مش عاجبك ودينا شطارتك يا حبيبي إنما قد بقى لك الجيش ما بيرحمش والعقيدة القتالية بتاعت الجيش الضرب في السيداء القلب وفي الدماغ هيعملك زي الكفار هيا راضي ولا مش راضي وافتكى كل شله بيشبئله حتى الحمار ولا قني الشعب بساكت جاله الرئيس لمواقضة صايع بيقلب من جيبه ويطلح مصر لا فيها صناعة ولا فيها دجارة ولا فيها سياحة ولا فيها دلوقتي الخليج بيديله رزه مع ذلك ماشي منين؟ من جيبك يا حمار بيسرق من مرتباتك بيسرق من مهيتك بياتبع فلوس بنكنوت من دلوقتي طازة إفراز اليوم طباعة اليوم ضوء يا مواطن ضوء يا مواطنة خلي الأسعار تضخمة تضخمة هتعمل ايه؟ أخر اللي جابتك ايه يعني؟ يعني لما تصحط لقى البطاطس ب12 جنيه ايه تعملين؟ هتقدم شاكله في مجلس الأمن؟ هتعمل مزارة؟ يبقى بيننا عندهم اللي قال له انت مش واقف قدامنا مواطنة واحد بيديك الحرية ولا عندك مجلس شعبي دافع عنك انت بتكلم واحد ورا جيش وجيش مسلح بياخد امتيازاته وبيقبط فلوس كتير مقابل ان يدفع الخدمة من قلب اللي جابتك اعقل كده وشوف اخرتك سيد الرئيس ما بيهزرش إبليس لكن ما بيهررقش كد بالك بيقعدك الفقر ومرك بالفحشاء بس مش إبليس ده رئيس عريس عارف ياخد القرش منين ويطلع القوحلي من العين امشي جنب الحيط وتقدي واللي هيجيبك ومن الأول ان يبتدي عين فوقك وتقول يا ليتني ما مشيت تيش في السكة دي كد بالك قوات مسلحة وشرطة ما بترحمش مصر اللي شايفينها دلوقتي مش اللي فاتت واللي لسه هتشوفوها حاجة عجب هيشتعج منها الانس والجن زي ما قال السيد الرئيس بدتكلم البقرة الخنزير اللي هو كل الحيوانات اللي بتجيب الخير وانما لهذا الوطن سيد الرئيس حيو حيوه هذا الرئيس المفخرة لمصر ام اف واشوفكم في لقاء السلساء يوم الاربع القادم في رعاية الله على ازاعة الزوكر او في البس المشواشر على الصفحة اترككم في رعاية الله وامنه وانعموا نعم يا ولادي الايام السوداء دي مش هتشوفو زي التاني ده انتوا هتترحموا عليها واشوفكم الحلقة الجاية يا ولادي شابسيسي